افتتح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي الجناح المصري في معرض المدن الأفريقية بمدينة كيزومو الكينية على هامش فعاليات الدورة تاسعة لقمة المدن الأفريقية وأكد شعراوي أن الجناح المصري حظي بحفاوة وبحضور كبيرين من كبار الشخصيات الأفريقية المشاركة في فعاليات القمة وقد حاز أيضا على إعجاب وتقدير جميع المشاركين لافتا إلى أن الجناح المصري تضمن عرض لمنصة أياد مصر التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المدن المصرية عبر المنصة